كان لدى إحدى المدن قانون غريب ينص على أن جميع الرجال يجب أن يقوموا بحلق الذقن ولكن لم يسمح لأي رجل بحلق ذقنه بنفسه الشخص الوحيد المرخص له بحلقها هو مصفف الشعر البالغ من العمر أربعين عاماً لكن من الذي يقوم بحلق ذقن مصفف الشعر نفسه؟ لديك عشر ثواني لمعرفة الحل لم تكن هناك حاجة لذلك لأن مصفف الشعر كان امرأة لدينا لوحة ممتلئة بحرف الأس هل يمكنك العثور على الرمز المختلف؟ لديك فقط خمس ثواني للعثور على الرمز المختلف الجواب هناك علامة دولار باتجاه اليمين في الصف الثالث كم عدد الثقوب الموجود في هذا القميص؟ لقد بدأ العدد تنازل الآن يحتوي القميص على عشر الثقوب وهما واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة في هذا الحمام ترى حوض الاستحمام مملوءاً بالماء لديك ملعقة، وكوب، ودلو أيهما ستختار لتفريغ حوض الاستحمام؟ لديك عشر ثوان للاختيار من الواضح أنك سوف تختار صحب غطاء البلوعة لتفريغ الحوض كيف يمكنك رفع فيل بيد واحدة؟ دعونا نرى إذا كان يمكنك الإجابة على هذا اللغز في خمس ثواني إنها ليست مشكلة لأنك لن تجد فيل بيد واحدة من الأساس حتى تقوم برفعه هناك مجموعة من حجر النرد تبدو صحيحة ومع ذلك فإن هناك واحداً منهم خطأ ولذا فهو يختلف عن الآخرين هل يمكنك العطور على حجر النرد الخطأ في عشر ثوان النرد الخطأ هو الذي يحتوي على سبعة نقاط جلس ثلاثة سجناء على المائدة لتناول العشاء لكن أحدهم ثري هل يمكنك تخمين من هو في عشر ثواني؟ إنه ليس الرجل الذي لديه شريحة اللحم والجنبري لأن العلامة الصغيرة على قميصه تكشف أنه طاه ويجب تحضير وجبة خاصة لنفسه الرجل صاحب الجواهر يظهر أنه ثري ولكن المجوهرات في السجن لا قيمة لها من الأساس إنه الرجل الثالث لأن الأثرياء يحاولون الابتعاد عن الأنظار في السجن حتى لا يتم استهدافهم من قبل الآخرين وهذا هو السبب في أنه لا يظهر مرتدياً أي من الأشياء الثمينة والتي قد تبرز شخصيته للآخرين والآن كم عدد الألغاز التي قمت بحلها؟ وأيهما كان الأصعب؟ يرجى مشاركة إجابتك في قسم التعليقات أدنى إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من الألغاز فانقر على زر الاشتراك وجرس الإشعارات حتى يتم إعلامك دائماً عند نشر أي فيديو جديد اشتركوا في القناة